وفي متابعة أبرز تطورات تتواصل جهود لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لتوطيد حرية النقد والتعبير التي كافي لها الدستور ومتابعة قضايا الاعتقالات والتوقيف الإداري والقوانين النظم له تفاصيل أكثر عن مهام لجنة الحريات ودورها في التقرير التالي في ظل الظروف السياسية الراهنة وما يتبعها من حراكات مطالبة بإصلاحات سياسية أو اقتصادية تحاول لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان تعزيز دور حرية النقد والتعبير المسؤول ومتابعة القوانين النظمة لذلك مع السلطات التنفيذية واجبنا كبير وعلى عاتقنا شيء كثير ينتظره المواطن الأردني هناك النقابات المهنية هناك نقابة المعلمين هناك الاعتداء على المعلمين وحتى آخرها الحراكات الأخيرة التي حاول الكثير أن يشيطن هذا الحراك رغم أن الدستور كفر له هذا الأمر يجب الوقوف عند هذا جميعا ومراجعة قانون المنع الجرائم وبالذات ما يخص أمر التوقيف الإداري وفقا لنظام مجلس النواب الداخلي هناك مهام محددة للجنة وعلى النحو التالي تسعى اللجنة عبر اجتماعات مكثفة مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية إلى التأكد من تطبيق القانون بشفافية وموضوعية وضبط التجاوزات الفردية في ذلك في قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري تحديدا كل ما يتعلق بحرية المواطن الأردني وحقوقه هذه أولويه أساسي نحن كان عمل مشترك مع المركز الوطني للحقوق الإنسان وناقشنا نحن في اللجنة التقرير السنوي وكان هناك تجاوزات عديدة في التقرير والآن سيكون لنا لقاءات أخرى حتى يتم تصويب هذه التجاوزات مع الحكومة ومع الأجهزة المعنية صنف تقرير بيت الحرية الأردن بأنه بلد غير حر فيما أظهر التقارير دولية تراجع حالة الحريات في الأردن بمقدار أربع نقاط وهو الأمر الذي يشكل أولوية تعمل عليها اللجنة في المرحلة المقبلة اشتركوا في القناة